دعاء صلاة الاستخار قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره فقد قال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر